الاستقرار الامني والسياسي من اهم المقاومات الرئيسية للتنمية الاقتصادية فبدون الامن لا توجد تنمية ودون التنمية لا توجد الدولة القوية ذات الاسس السليمة والارهاب يؤثر بشكل ملموس على الاقتصاد حيث اعلنت شركة غاز الشمال العراقي عن انخفاض الانتاج الغازي عن مستوياته السابقة وهي منخفضة الى دون النصف والسبب هو توقف تصدير النفط الخام من حقول كاركوكا الى ميناء جهان التركي منذ نهاية شهر اذار 2014 توقف مصاف الشمال في بيجي وحقل عجيل الغازي على طريق كاركوك بيجي يضافان الى قلة الانتاج بالمقارنة الى ما كانت عليه في مطلع العام الحالي لكن رغم كل التحديات ما زال عمل شركة غاز الشمال مستمرا وكذلك الانتاج الغازي بنوعيه الجاف والسائل وتقوم بتجهيز محطات انتاج الطاقة الكهربائية في كاركوك بالغاز الجاف والسائل ويجهز به عدد من محطات الانتاج في المحافظات الاخرى الا ان الاوضاع الامنية المتدهورة ساعدت في تراجع مستوى الانتاج الغازي مختصون في شؤون الطاقة في محافظة كاركوكا اكدوا ان مستوى الانتاج في شركة غاز الشمال تصل الى 350 مليون قدم مكعب يوميا وبعد الانخفاض تصل الى 100 مليون متر مكعب للغاز الجاف ومعدل الغاز السائل يبلغ 1400 طن في اليوم الواحد والانتاج الحالي بحدود 1000 طن يوميا الغاز السائل يدخل في انتاج شركة تعبية الغاز في كاركوك لتتم معالجته ثم تعبية استوانات الغاز المخصص للطبخ وهذا يتسلم بحدود 300 طن يوميا ويرى خبراء اقتصاديون ان الاقتصاد العالمي يواجه تهديدا جديدا من عدو قديم وهو النفط بسبب تزايد وتيرة العنف في العراق وسيطرة عناصر تنظيم داعش على عدد من الحقول النفطية فان بيع التنظيم مخزونات النفط ادى الى هبوط في اسعار النفط عالميا مما يهدد بدخول الاقتصاد ازمة جديدة